يعم الهدوء نسبيا بعد المعارك الضارية التي استمرت قرابة عشرة أيام في منطقة كانية الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء عقب تحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قبضة الميليشيا وتأمين محيطها محاولات عدة قامت بها ميليشيا الحوثي لاستعادة السيطرة على منطقة كانية من قبضة الجيش الوطني باءت جميعها بالفشل نتج عن آخرها سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا من عناصرها بينهم قيادات ميدانية مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت عقب صد الهجوم الذي شنته الميليشيا في محيط قانية من أسر عشرين عنصرا من عناصرها والاستيلاء على أربع عربات عسكرية وأسلحة متنوعة تركتها بعد إجبارها من قبل الجيش الوطني على الانسحاب أمن الجيش والمقاومة محيط منطقة كانية بعد السيطرة عليها لتستمر في التقدم والوصول إلى منطقة يسبل الاستراتيجية الفاصلة بين منطقة قانية وعزلة لهبية في مديرية سوادية بالبيضاء والتي تعد المركز الرئيس للميليشيا تعد جبهات القتال في البيضاء أحد أكثر الجبهات استنزافا لعناصر الميليشيا حيث لا يمر يوم دون سقوط عدد من عناصرها رغم الإمكانات الذاتية المحدودة وغياب الدعم الشبه التام من قبل التحالف والشرعية